السيد العيشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مرحبا بك سيا عيشي أهلا وسهلا مرحبا وعدني حاجة برك أنك ترجعنا ونحكيه على الوزارة ونحكيه على حقوق الإنسان نحكيه على الحريات نحكيه على قاعد يصير فيها علاقة بالهيئات الدستورية المنتظر من محكمة دستورية المنتظر من مشاريع قوانين مهمة جدا محطوطة على الطاولة اليوم والي هي تمزيدة كذلك تمزيدة كذلك قطاع السمعي البصري هذه الكلها مواضيع مهمة جدا إن شاء الله فيها قبل الوقات لكن اليوم مش نحكي معك على موضوع الطاير الموضوع هذا يثيره نائب شعب وحنا في صلب الديمقراطية يقول أنه رئيس الحكومة يخرج من الوزارة نحكيه على الإصفاخ في 2014 ياخذ توكيل من شركة فرنسية الهدف يجيب لها صفقات مع الدولة أنه يؤسس من بعد مجمع عبر شركة فيفان بنفس الهدف وفي 2017 يصبح له ثلثي أسهم الشركة اللي إخذت صفقات حكومية فيها شبهات وذلك موضوع سنتناوله في وقته يقول هو مع بقية الهيئات واليوم الشركة امتاعه هذه عندها حرف وحيد هو الدولة هذه جريمة تضارب مصالح وإثراء غير مشروع وبشي قدمها شكاية الكلام هذي شنو يرد عليه رئيس الحكومة ولا اليوم كيفش نجمه رده عليه سعايشي في البداية خليني نحيي النائب ياسين العياري ونحيي كل من يبحث على الحقيقة كل من يتكلم في إطار القانون كل من يكتب إلى الإدارة للوصول إلى المعلومة ولا يسكت على شيء يرى فيه أعوجاج أو مخالفة القانون وهذاك بلادنا كيفش تتقدم وهذاكش معناها نظام ديمقراطي كما هكا البارح يحكيه على رئيس الحكومة في الأعلام بكل شفافية المواطنين اليوم رئيس الحكومة يجاوب عن طريق أحد الوزراء وهذا هو التفاعل حمد لله نجو توالي للموضوع ثم عنا قانون التصريح بالمكاسب السيد رئيس الحكومة صرح بمكاسبه تبقى القانون في يوم آداء اليمين مشينا الكل مع بعضنا نهار 27 فيفري على ما أعتقد ومشينا بكل أعضاء الحكومة وصرحنا وهو صرح بمكاسبه ومنها 22% في تجمع الشركات هذا نجي نفسر اللي حاصل بالضبط القانون يمنع على رئيس الحكومة وعدد من اللي عندهم مناصب أخرين أنه يتصرفوا وإلا يسيروا شركات تتعاقد مع الدولة أو حتى شركة خاصة هذا حسب الفصل 17 من القانون 18 فقرة أولى من القانون السيد رئيس الحكومة تخلى هو عضو مجلس إدارة في شركة هو جيران وكيل في شركة أخرى وهو مالك أسهم في هذه الشركة الثالثة في تجمع الشركات هذه الثالثة تخلى على مهام التسير والتصرف من قبل مش من البارح وقت اللي يتكلم الإعلام وإلا اليوم وقت اللي وصلت للمراسلة متاع السيد رئيس هيئة مقامة الفساد إذن هو طبق القانون بقى الإشكال في اللبس في 22% من الأسهم اللي قادوا عندهم في التجمع ويقول الفصل العشرين اللي يحكيوا عليه البارح في الإعلام يحكيوا عليه سيدة المداخلين الكل يقول الفصل العشرين ما يلي واضح أن الأشخاص المذكورين في الفصل الخامسة اللي هما رئيس الحكومة والوزارة رئيس مجلس النواب لا يحق لهم أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة هنا هو ليس متعاقد مع الدولة هذه شركة متعاقدة مع الدولة عندها شخصيتها المعنوي هذه القراءة اللي قدموا هالو المحامين والخبراء متاع الشركة متاعوا به يعتبر نفسه غير معنى يملك 22% من تجمع شركات وهو غير معنى اليوم وقع رفع اللبس هذي توضيحه حتى أن المراسلة اللي وصلت من سيد رئيس اليوم اتكلم في بيلي من عرش في دارة ربي سمعنا قال بيلي ابعث مراسلة إلى رئيس حكومة هولا قرارك هولا قرارك للرأي العام خطر أنت على علم بالموضوع لكن خلي الناس يبدأ في بيلا شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقول وجود تضرب مصالح فيما يخص أسهم على ملك رئيس الحكومة في شركة تتعامل مع حريفها الوحيد الدولة يقول طبيب أنه تحاور مع محمد عب وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكالف بالوظيفة العمومية والحوق ومكافحة الفساد وغزي الشواشي وزير الملك الدولة والشؤون العقارية ولهما نفس الرأي هذا كلام شوقي طبيب يقول أنه الهيئة اشتغلت على الموضوع منذ تصريح السيد ليس فخفاخ خلال حوار ويوم الأحد أربعة تاجوان جاري على قناة التاسعة وتمت مراسلة المعني بالأمر يوم أمس الخميس وتم إبلاغه هذا تقول اليوم الهيئة وتم إبلاغه بأن هناك تظهروا مصالح حول الشركة التي له فيها أسهم خاصة أن حريفها الوحيد هو الدولة وعليه بتسوية وضعيته في غضون شهر 3 شهر من زمان قد أخرج منها الشركة هذا هو عدا أنه بش نضيف منها بريسيزيون صغيرة أنه المكتوب متع هيئة مقامة الفساد لا يحيي للفصل 20 بتاتا يحكي على الفصل 17 و 18 اللي هو يطلب من الشريك أو المسير التخلي عن التسير في الشركة وهذا اللي عمله رئيس الحكومة قد توى مسألة ملكية الأسهم في شركة متعاقدة مع الدولة أبقى القرار التخذ مدام الهيئة بعثت وقالت ثم إمكانية تضرب مصالح قراءة للقانون أنه هذية فيه تضرب مصالح أبقى ما حاش ناش رئيس الحكومة بدأ منذ اليوم كلف من يتولى إجراءات التخلي على هذه الأسهم بالحالة أو التفويت أو مهما كان عنده ما يعمل عنده أشياء أخرى مشاكلنا في الحكومة أكبر من هذا برشة هو مضحي برشة حاجات أخرين مش بشي ما نهي يتحير برشة من 22% من الأسهم ولو أنه هو كل ما يملك عنده مش مشكلة بالنسبة ليه يزمه يحترم القانون في قراءة الهيئة الرسمية لأنه ثمش يكون عنده قراءة أخرى للقانون ولكن اليوم ما عندهش الوقت لهذا هو رجل سياسة في دولة عندها مشاكل كبرى مش نتوله به وبالتالي قرر التخلي على هذه الأسهم والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الموضوع ولكن نأكد لك أنه المراسلة متاع الهيئة لا توحين للفصل العشرين اللي يحكي على منع الأشخاص من التعاقد لأنه هو شخص غير متعاقد ومعناها بكل رحة بتصدر تم قرار أنه نتخلاه على هدايا وانتهى الأمر عنه ما أوسع وما أهم ممتاز 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 على خاطر على خاطر بلادنا مستحقة لهذا سياسة العيش مستحقة أنه نتفاعل الناس مبعضنا كمواطنين حول المسئولية الجماعية وأخلاقة الحياة السياسية جزء منها هو الشيء جزء منها هو نذكر فقط أنه الهيئة تسبق لها أنها راسلت وفي نفس الموضوع نائبين أحدهما له شركة على علاقة بالفصفات والآخر بالأدوية كما أنها قامت الأسبوع الماضي بمرسلت خمسة نواب أخرين وعضوا في الحكومة في نفس الموضوع وحول نفس الإشكال على علاقها بالشركات لها عقود مع الدولة وفيها تضرب مصالح مهم نحن قاعدين نبنيه الهيئة تقوم بدورها وراءها عملت تنبيه متاحة وللمراسلة في أجل شهر يجبنا نطبق القانون وهذا يبشي تم والأمور تمشي ملف هذا يغلق عنا ما أهم الأسبوع هذا كامل والأسبوع الفات مسخرين لإعداد الخروج أمام البرلمان وبالتالي أمام الشعب للحديث على تقييم 100 يوم عمل للحديث على أثار الأزمة وخاصة ما يترتب عنها من واجبات بالنسبة للحكومة اليوم للحديث على خطة إنعاش نحن بصدد ختمها نهائيا لتقديمها يوم يوم الخميس القادم أمام البرلمان في كل المجالات عنا بطالة قاعدة تكبر عنا المشاكل المتراكمة منذ عقود يجبنا نتوجهولها ثم إصلاحات أكيدة حالا يجبها تتم ما سميناها بالأولويات العاجلة اللي ما تسبرش وفما الإصلاحات وزيت مع بعضهم وهذا اليوم عليش رئيس الحكومة مكب ولكلنا مع بعضنا جات هذية نتولها وبها عندهم الحق اللي يطلبوا الشفافية والوضوح ونحن مع الشفافية والوضوح وهكذا كان إن شاء الله بلادنا تقدم إن شاء الله بلادنا تقدم زي عايش يوصل فقط لسيد رئيس الحكومة أنه النائب ياسي العيار يزيدا يحب يسئله على قصر صد الضريف اللي اختار يبدو رئيس الحكومة أنه يسكن غادي ولا فما حاجات ها هذه زي عايشة يمكن تتجبدله في البرلمان يجاوب الواضح أنه الاخبار إذن اليوم وعلى لسان السيد وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني يتخلى رسميا رئيس الحكومة على الأسهب في الشركة هذه ولي كان أثار القضية النائب ياسي العياري محلية ديمقراطية والهيئة معلها كانت كم العمل المتاحة وإذا كان فما أي حاجة ولا أي موضوع يثير أي نائب منتخب من الشعب قلت ربي تم التفاعل شكرا لك سيد الوزير مرحبا بك ومرحبا بك في هالتوضيحات الشافية والضافية